اهلا بكم في فيديو جديد مقدم من شركة كرياتف جروب معاكم مهندسة سارة حسين في الفيديو اللي فاتك كلمنا عن انترفيس بلنامج اروبي إلستريتور وكلمنا عن الكنترول بانل وقلنا ان الكنترول بانل بتتغير عندي من كل اداة للتانية عندي في التولز بار طيب انا دلوقتي واقفة عند السليكشن تول مثلا بالمنظر ده طيب ايه الجزء اللي بيتغير في الترة ا вид ولا ي ascend? الجزء اللي بيفضل عندي سابط في معزم الادواته من الجزء دة 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 much��ة يعني مثلا لو قمته على تلك ثوال،حنلاحظ ان jeżeli ق yapıyorsunみたい في تروافzam القجم ايه الكلام دة 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 دةی نانجل تقones دة 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 لانا ارسما تقوم بالمنظر دة kosten وبالتالي هو عليه سيليكشن فهيجي في الجزء ده يقولك ان انت عامل سيليكشن على ريكتانجل طب تعالى نجرب حاجة تانية كده هنا هيبتدي يقولك انه هو عامل سيليكشن على باث بالمنظر ده كده طيب سيليكت اقوله نعمل دليت كمان عندي الجزء ده انا اقدر اعمل كاستمايز لمكان الكنترول بانل نفسها يعني ممكن اخد الكنترول بانل كده واتحرك بيها في اي مكان زي ما احنا شايفين كده اقدر تاني ارجعها لغاية لما الخط الازرق ده يبان هترجع مكانها اقدر اجي من هنا احنا هنا عامل لها دوكتو طوب ممكن اعمل لها دوكتو باطم بالمنظر ده اقدر ارجعها تاني عامل لها دوكتو طوب زي ما احنا شايفين كده هلاقي عندي بعض الايكون اللي ليها لون اورنج كده بالمنظر ده اقدر ان انا افتح من هنا كده الاوباستي او اقدر ادوس على كلمة اوباستي نفسها هيظهر لك البانل بتاعتها ومثلا اقدر اوصل الستروك البانل بتاعتها من هنا على طول من غير ما اجي هنا على الستروك من البانلز اللي على الجنب دي طيب لو انا عايز اعمل كاستمايز للوركس بيز بتاعتي شكلها كده انا مش عايز اشتغل فيه بالمنظر ده لو جينا فتحنا البانلز عندي هنا عملنا لها اكسباند ومثلا عايز اشيل الكالر جايد ده هتبتدي ان انت تسحبها البرا كده ونيجي من هنا ونعمل لها اقدر برضو ان انا اشيلها بالمنظر ده ممكن امسك لاي بيريريز وابتدي ان انا اشيلها وممكن اصغر واكبر في حجم البانلز عندي طيب لو احنا بعد ما شلنا البانلز دي عايز ارجعها تاني هنيجي من عند ويندو هنا كده هلاقي اي بانل جنبها علامة صح او التك دي معناها ان هي مفتوحة عندي يعني هلاقي عندي مثلا كالر كده زي ما احنا شايفين موجودة لو ابتديت ان انا اشيل التشك دي عليها هتبتدي انها تختفي اقدر ان انا ارجعها تاني زي ما احنا شايفين ارجع الكالر تاني طيب لو جيت من عند ويندو قلت له افتح لي مثلا الالاين انا هشتغل بالالاين زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده بيبتدي ان هو يفتح لك الالاين مع ترانسفور طيب انا مش عايزة ابتدي اتنقل بين التابس كده بالمنظر ده تعالوا كمان نفتح مع بعض ويندو عايزين نفتح الباتفايندر بالمنظر ده كده لو ابتديت ان انا خدت الباتفايندر دي وقربت هنا كده اقدر ان انا خليها في تاب زي ما احنا شايفين بالمنظر ده طيب انا مش عايزة اخليها في تاب لا انا عايزة هترقى مفتوحة قدامي كلهم فوق بعض كده تعالوا كده الاول نخرجهم من شكل التابس ده بالمنظر ده تعالوا نشيل ترانسفور ممكن امسك الباتفايندر كده وابتدي ان انا قرب على اللاين لغاية لما تكون سيمي ترانسبراند زي ما احنا شايفين ويظهر الخط الازرق ده انا كده حطيتهم هما الاتنين في جروب بس ما بقاش على شكل تابس اقدر ان انا اخدهم برضو ادخلهم هنا معي في البانيلز اللي عالجنب زي ما احنا شايفين كده اقدر ان انا اخدهم برا بالمنظر ده لو انا بستخدم اللاين كتير او باثفايندر كتير عايز اخليهم هنا عندي في الجزء ده برضو عندي التولز بار اقدر ان انا خليها دبل كولوم زي ما احنا شايفين او سنجل كولوم بالمنظر ده بس لو خلتها سنجل كولوم هلاقي ان انا فقط بعض الادوات عشان بتاع الشاشة فهنخليها دبل كده زي ما احنا شغالين طيب انا دلوقتي واقفة على وورك سبيس اسمها اسنشلز انا لو خرجت من البرنامج ودخلت تاني هلاقي ان انا الكاستمايزيشن اللا انا عملته في شكل الانترفيس عندي ده هيتغير طب انا ازاي احافظ على شكل الانترفيس ده وقدر ارجع له في اي وقت تاني هليجي من عند السنشلز هنا او من عند الورك سبيس هبتدي ان انا اعمل نيو وورك سبيس هيبتدي طلع لك النام يعني مثلا هنسميه سارة ودوس اوكي هتلاقي ان انت بقى عندك وورك سبيس اسمها سارة بالمنظر ده كده اقدر ان انا ارجع تاني للإسسنشلز وعمل لها ريستات إسسنشلز بالمنظر ده كده او اقدر ارجع تاني على الورك سبيس اللي اسمها سارة اقدر كمان ان انا اجي اعمل ماندج للورك سبيس بتاعتي هقف على وورك سبيس سارة واعمل لها ديليت وورك سبيس بالمنظر ده كده ونرجع تاني للإسسنشلز ونعمل لها ريسات اسنشلز ونرجع لشكل الوركس بيس العادية أو انترفيس البرنامج زي ما كانت